وفرة الإنتاج وتوقع باستمرار انخفاض الأسعار هو حال سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس أسعار لا نجدها إلا هنا فقد وصلها ثمان الكوسة عشر دينار جزائري والطماطم بخمسة عشر دينار والخص بخمسة عشر دينار جزائري وبخصوص أهم الفواكه النوسمية فإن سعر الخوخ تراوح بين أربعين وخمسة وسبعين دينار جزائري حسب النوعية مجبر أكد أن وضعية السوق عادت إلى طبيعتها كما أن التوازن المسجل في السوق الجملة يعد نتيجة التموين المنتظم معربا عن استيائه من استيراد الفواكه رغم جودة منتجتنا هذه الوضعية بسوق الجملة ليست دائما على ما يرام فالتجار التجزئة أكدوا عن وجود فجوة بينهم وبين تجار الجملة مستويات الأسعار الحالية لا يتقل مستهلك في استمرارها حتى نهاية الشهر لذلك فهو يقبل على التسوق بشدة خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيلة فهل سيساهم زيادة طلبه على السلع المختلفة في رفع أسعارها خلال الأيام القادمة من رمضان ترجمة نانسي قنقر